على كلنا نتحدث أكثر عن مجلس السوق السعودي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربي ينضم لينا مباشرة من هناك مرحبا بك عبدالله شكرا لحضورك معنا عبدالله ما فينا نحكي ولا عن أي شيء بالسوق السعودي إلا بالتأكيد عن أرامكو يمكن الملفت الجزئية اللي حكى فيها رئيس السوق بأنه لن يكون حجم أرامكو أكثر من 15% اللي هو الحد المسموح فيه إلا نحن نعرف بأنه عندنا الراجح هو الأعلى سابق لأهل التجاري مع انضم أرامكو سنحكي عن أربعة أسهم تتحكم بحوالي 50% من السوق برأيك كيف ممكن هذا يتاخذ استثماريا للسوق صباح الخير لكل سعادة المشاهدين هو بكل تأكيد ما راح يتجاوز حجم أرامكو 15% من حجم السوق لعدة اعتبارات أولا سيء أنه كان فيه سقف أعلى لأي شركة لحجمها أو نسبتها من السوق ثاني شيء أساسا الحجم الطرح الفري فلوت والسوق السعودي يقاس بالفري فلوت في تأثيره على المؤشر حسب الطرح 96 مليار فإذا افترضنا إلى 30 ريال فبالتالي 96 مليار لن يكون حجم كبير على الفري فلوت حق السوق السعودي لن يصل إلى أرقام حدود 15 أقل من 15% بكل تأكيد فبالتالي يظل في مستوى يعكس بشكل جيد حجمها من حجم الطرح الموجود في السوق السعودي عودا على كلامك أنه اليوم عندنا عدد من الشركات فعلا هي تمثل 50% من وزن المؤشر وهذا شيء طبعا معروف أول شيء القطاع البنكي ثم يأتي قطاع البتركميكي المتمثل فيه سابق اليوم سيضاف إن شاء الله في شهر ديسمبر إذا الأمور إن شاء الله تمت كما يرام رايح إضاف أرامكو وهي انعكاس حقيقي لحجم كبير من الاقتصاد السعودي اللي هو القطاع النفطي اللي هو بشكل أساسي يؤثر على الاقتصاد السعودي يؤثر على إيرادات الدولة فبالتالي أرامكو بعكسها لأسعار البترول تعكس حقيقة الوضع اللي يصير في السعودية نسبة مشاركاتها في الاقتصاد فبالتالي هذا الإضافة أنا أعتقد أنه واحدة من أهم الإضافات اللي تدخل على تداول وجود شركة تعكس فعليا حجم الاقتصاد النفطي داخل الاقتصاد السعودي فبالتالي وجودها في المقام الأول بغض النظر على الأوزان مهم جدا ثاني شيء نرجع للأوزان فأعتقد أنه على حسب الطرح اللي 3% آسف 1.5% فيعتبر يعني مقبول نوعا ما على انعكاسه على السوق السعودي نحن بانتظار الحصيل للإكتتاب والانتظار بالتأكيد للسعر النهائي وكما ذكرت الإدراج براية بيظل الرينج اللي وضع من قبل أرامكو بين 30 و 32 ريال قد تقول ممكن يكون فيه احتمال أنه يكون فيه ارتفاع بأول يوم إدراج لأنه الـ valuation اللي وضع على ما يبدو أنه أرامكو تترك شيء للمستثمر فيها لأنه أول شيء الرينج كان ديق جدا والسعر كان مقبول حتى عالميا كسعر فيه إشارة أنه أرامكو بالفعل تريد أن تشرك المستثمر معها بالأرباح بالفعل كل الدلالات طبعا تشير أنه ما كان فيه تقييم overvaluation أو تقييم زائد في أرامكو وزي ما ذكرت كان فيه عدة تقييمات من مصادر independent يعني أو مستقلة أشارت إلا أنه التقييم كان مقارب جدا إلى تقييم أرامكو فبالتالي اليوم نحن نتكلم أنه فرصة الارتفاع في السهم موجودة لك لا نعطيها أنه حجم كبير من الارتفاعات أنا لا أتوقع أن يكون فيه ارتفاعات كبيرة السهم يعني يمكن ذكرت أنا سابقا في عدة لقاءات أنه السهم أقرب ما يكون إلى السهم الممتاز أو بالنسبة للأفراد وأقرب ما يكون إلى أدوات دين ثابتة لأنه اليوم سابق لما تعطيك خمس سنوات ضمان أو وعد في توزيعات نقدية ثابتة كحد أدنى ومفتوحة للحد الأعلى حد ذاته يعني تقييمها يقترب إلى تقييم أدوات الدخل الثابتة أو أدوات الدين فبالتالي نحن لا نتوقع في سبيكليشن أو مضاربة كبيرة على السهم نعم في مجال للارتفاع يعني بحدود ثلاثة أو خمسة في المئة ممكن نتفاجأ بشيء أكثر من كذا لكن لا أتوقع كثير زي ما ذكرتي في مجال بسيط للتقييم أنه يمتد فيه ارتفاع السعر فأتوقع أنا شخصيا أنه نعم راح يكون فيه ارتفاعات لكن لا نتوقع ارتفاعات لا نعطي آمال كبيرة في ارتفاعات كبيرة طبعا عبدالله أنا عندي سؤال هنا لخصوص الأفراد وغيرها من المؤسسات المؤهلة اللي دخلت بهذا الاكتتاب لماذا أي مستثمر قد يرغب بأخذ أو وضع سهم أرامكو في محفظته بوقت هناك شركات مماثلة لأرامكو قد تعطي عائد وخصوصا هنا عم بتحدث عن الدفدنت ييلز أعلى شو الأمور التي تتميز فيها أرامكو اللي بيخليها أكثر جذبا من غير شركات مماثلة طيب أول شيء أرامكو تلتزم بإعطاء هذه الدفدنت بينما الشركات الأخرى لا تعطيك التزام نعم هي تاريخيا قريب من التوزيعات التي تعطيها أخيرا لكن لا يوجد شيء يعطيك التزام في المستقبل فبالتالي ممكن يكون الشركات تتعرض لضغوط ممكن يكون عند المجلس الإدارة توجهات أخرى توسعات فبالتالي لا يوجد التزام لديها أرامكو لديها التزام والالتزام هذا سهل تطبيق وأساسا لأن الآلية لضمان هذه التوزيعات ستكون من أخذ حصة الحكومة لتغطية أي نقص في الأرباح التي تضمن 41 هلالا للمساهم فبالتالي هي عملية سهلة إذا حسبناها نلقاها أقل من 5 مليار ريال الالتزامات التي على أرامكو لتوزيع هذه الأرباح فبالتالي لا يوجد صعوبة يعني أنا بالنسبة لي أرى تطبيقها سهل هذا واحد ثانيا أربعة ونصف في المية إذا أخذناها على سعر 32 ريال أربعة ونصف تقريبا تعطيك توزيعات نقدية متوسط توزيعات السوق أقل من أربعة فبالتالي هي أحسن من توزيعات السوق إذا أخذناها من هذا النمط وإذا رأينا يعني واحد من شركات مثلا زي الراجحي في توزيعاته مثلا نلقاها قريب من الأربعة ونصف واحد ويعتبر عالي الراجحي فبالتالي نحن نتكلم على أرامكو تعطيك على الرينج الأعلى في السوق السعودي اللي ستيبل نوعا ما ما نقول اللي عندهم يعني توزيعات استثنائية زي بعض الشركات البعض يستشهد بعض الشركات تعطيها سابعة ثمانية لكن هذه مهي ثابتة لكن نحن نتكلم على شركات في قطاعات مستقرة زي البنوك فيعتبر هو في الأعلى تقريبا الرينج فيها بالتالي هذا اللي يجعلني أقول إنها مغرية مع الإضافة أنه في مجال للارتفاع في التوزيعات النقدية إذا الأرباح كانت أعلى من اللي محققة 75 مليار كانت أعلى راح يكون في توزيعات أعلى شكرا جزيلا لك عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي ترجمة نانسي قنقر